طيب يعني أكيب أن أتمنى لهم كل السلامة لكن دعني أتكلم عن محمد محمود شوية والتواجد هنا مع النادي الأهلي في أجواء كاس العالم أو مش مقايد في قائمة البطولة لكن في نفس الوقت التواجد في البطولة زي دي في أجواءها ده أمر جيد وأكيد تبقى للظروف اللي مرّينا بيها كنادي في فترة لفاتة إصابات وغيابات ومنتخابات وكلام من ده كانت الأمور صعبة قل لي أنتوا كلاعيبة كنت بتتكلموا ازاي كيف تتحيقوا نفسك نفسياً؟ كيف تتحيق البطولة؟ والله إذا كنت نفسك أي لعيب كلمة كاس العالم أصلاً لوحدها تجعلك أوتوماتيك حتى لو أنت تركيزك أصلاً تركز في الموتش مثلاً 70-80% هتركز في البطولة مليون فالبطولة كمان حتى هنا الأجواء جميلة تجعلك كده تحب أنك عايز تلعب الجمهور الجمهور عمير جمهور عندنا أول ماتش منتريال منتري منتري تحبني ملعب ملعب كان مقفل و الهتفات وهم يهتفوا كنت جسمي بقاشعر كانت موت وابقى موجود بصراحة هتفرحتي إن شاء الله لا إن شاء الله وليس قصدي كده قصدي يعني أنه أنا بجد نفس ألعب تحت يعني أجواء دي أجواء أكورة فالاستعدادات كده كده بتبقى التركيز بقى فيه تنشانة شوية اللي هو برضو كاس عالم وبطولة للتاريخ وعايزين كل واحد يكتب تاريخ لنفسه وعايزين كل واحد يحاول على قد ما يقدر يعمل ولو جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير فكده كده كله كان حاسس بالمسؤولية وكله كان حاسس بالموقف اللي إحنا فيه فكان التركيز كان قوي قوي يعني حرجع شوية لبطولة كاس الرابطة ومشاركتك فيها يعني ابتديت بقى تاخد مباريات رسمية فرقت معك المشاركة في البطولة دي تحديداً في آخرها جالك شد في القدرة الخلفية بس برضو شاركت يعني أه لا فرقت معايا بصراحة فرقت معايا كحساسية متشاط كبرضو زي عارف انت اللي هو كانت تاخد ثقة لرجلك بالضبط طبعاً يعني بصراحة كنت تبقى عملها قلق شوية في التمرين بس الحمد لله دلوقتي خلاص لما خدت احتكاكات وكلام انته وكده وكده بالضبط يعني كان برضو بيني وبينك أمير كان غزباً عني طبعاً عددت بكثير والله ربنا هعوضك خير بالنسبة يا رب والله أنا كده كده واصل مليون في الماء ربنا سبحانه وتعوضني خير فبس جالي جاي شد في الخلفية بعد كده قعدت فيه أسبوع وانزلت الحمد لله معهم في التمرين الحمد لله الحمد لله الجمهور الأهلي منتظرك وإن شاء الله بإذنها ترجع متقلق وتساهم في بطلات كتير جداً مع النادي وقدمك مستقبل عظيم سواء مع الأهلي أو مع المتخم مصر فعايز منك رسالة أخيرة لجمهور النادي الأهلي يعني الرسالة التي وجهها لجمهور النادي الأهلي شكراً على كل شيء بتعملوها علشان شكراً على المسندة شكراً على الروح اللي بنقابلها شكراً على المواقف اللي بنقابلها في الشارع منكو بنعد بمواقف كتير جداً أمير جميلة جمهور الأهلي بجد مش في كل حتة لا ده في كل مكان في الوطن العربي ربنا ربي يخلكوا لينا دايماً يا رب كده دايماً في ظهرنا وأنتو أكبر داعم لينا بنتمنى يا رب نكون عند حسن زنكو وبنتمنى يا رب نقدر نسعدكو على قد ما نقدر أنتو الحاجة المبهجة اللي الواحد بجد بيحبها أنتو اللي بتشجعونه مغير مقابل أنتو الحاجة الوحيدة اللي نحن على قد ما نقدر بنحاول نسعى عشان خاطر نبسطكو فنتمنى نكون عند حسن زنكو بنتمنى نكون سبب فرحكو يا رب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكراً جداً يا محمد وبالتوفيق يا رب إن شاء الله وكل يوم منتظرينك ترجع أقوى من الأول بإذن الله يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله وسلام الكابتن إسلام شطر أكيد هو سمعك دي الوقت حبيب يا كابتن إسلام شكراً جزيلاً طبعاً كان دفنا الكابتن محمد محمود نجم النادي الأهلي إن شاء الله يرجع سريعاً هو موجود مع الفريق ويتمرن بشكل كويس جداً كان عنده أصبب العضلة الخلفية شفية منها تماماً فترة اللي جاية بإذن الله يكون عنصر قوي وفعال مع الأهلي في مختلف بطولات وخلينا نرجع للستوديو كابتن إسلام الشطر اتفضل